طيب نبدأ بالعربي على فكرة الحوار رح يكون باللغة العربية ولكن المقدمة ستكون باللغة الإنجليزية جزئيا بس الحوار سيكون باللغة العربية مرحبا بكم سلطان سعود القاسمي معكم من نيويورك أهلا وسهلا في المجلس الثقافي الثالث والخمسون يشرفني جزيلا كثير شرف أن أستضيف الفنانة الكبيرة سميرة بدران وهي من فنانات العالم العربي المقيمات في خارج العالم العربي ولكنها لا زالت ترسم عن العالم العربي وأنا جدا متحمس لهذا الحوار يقدم الفنانة سميرة بدران لدينا السيدة الدكتورة تينا شيرويل الدكتورة تينا شيرويل هي باحثة ومعلمة في فلسطين سأقدمها باللغة الإنجليزية دكتورة تينا شيرويل is the head of contemporary visual art program at the Faculty of Music and Design at Birzeit University she has written numerous texts on Palestinian art and most recently curated the exhibition Intimate Terrains at the Palestinian Museum I just want to say that Dr. Tina was so humble she sent us a very short introduction but she also won prizes the Alexandria biennial and many other places so thank you so much Dr. Tina تفضلي whenever you'd like to introduce Samira unmute please Thank you so much وَأَحْلَ وَسَهْلَمْ فِيكُمْ كُلْكُمْ Samira, Beera, Serbia and everybody who's here I thank you very much for the opportunity to introduce Samira I had a wonderful opportunity to see her every day when she would come to teach annually at the International Academy of Art Palestine it was a wonderful experience to have her with us every year Samira Badran studied at the Academy of Fine Arts in Cairo between 1971 and 1976 and then at the Academy de Bella Arta de Firenze between 1978 and 1982 her work has exhibited widely in the Middle East and across the world as well as being held in numerous collections in addition her most recent film has participated in numerous film festivals and you'll be seeing a short clip of the film during her presentation today her unique practice spans decades and in her early works her images of Jerusalem that date back to the late 1970s are particularly unique to Palestinian art history as she breaks with the traditional imagery of the city providing a very dystopic and tormented image of the city her interest in mechanical objects and machines and their materiality are brought to life in her paintings and her etchings while her most recent film which is made up of tens of collages and paintings enables us to reflect on the condition of confinement and immobility through the fragmented body and her perceptions of collective memory so I think it's going to be such a wonderful journey today to hear about her experiences and her work and thank you very much for the opportunity to be with you شكراً 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 ستاميرا فينا نبدأ أيوة أنا كيف بدي أنا رح أسألني كل من عندي هون وأنتي بس عليكي نحكي وأنا رح أعمل كل شي هون مثل الديجي طيب ستاميرا أهلا وسهلا فيكي ويعني شرف كبير شكراً يعني بدنا نستفيد من الوقت اللي معنا ساعة فبدنا نستفيد من هالوقت فبدي بدي أسألك أول سؤال أول كيفك منيح إن شاء الله الحمد لله الحمد لله كل شي تمام فبنست الوضع نخبط كتير نسبة لكورونا بس الحمد لله لهلأ تمام الحمد لله الحمد لله ستاميرا أحكينا نحنا رح نعمل جولة بحياتك تحكينا عن الشخص أو الشخطين اللي بالصور هون الرجل والامرأة اللي بالصور مين هادول أشخاص أوكي هلأ الوالد طبعاً جمال بدران هو الفنان جمال بدران الوالد هو كان ولد في حيفا والوالدة فاطمة على الدين الوالد ولد في حيفا في وكان سنة أبتسعمية وكان عنده موهبة كبيرة جداً هو صغير فهلأ والده آه هادي كان والده هو جدي كان درس القضاء في الأزهر وبعدين رجع على حيفا ودرس واشتغل في المحكمة ككاتب عدل هلأ الوالد بعمر يعني الجد بعمر قصير جداً توفن والوالد بعمر 13 سنة اتجه إلى القاهرة لدرسة الفن لأنه واقع عمي وهو سعدي بدران كان عنده هادي النظرة المستقبلية نشاف أنه جمال كان هالأده موهوب في حياته في الرسم فقال ليش ما نعززش هادي التجربة بدراسة أكاديمية مضبوطة فكان الوالد أول ما ندرس الفن خارج فلسطين فاتجه إلى القاهرة لعمر 13 سنة ودرس في كلية الفنون والزخارف المصرية بالحمزاوي لو وندت خمس سنين درس الفنون الزخرفة والرسم والشغل على الجود وقدمنا على خمس سنين طبعاً ورجع فلما رجع اشتغل في استدعوم من قبل الأوقاف لعمل رسومات لترميب الفسائل اللي قريبة من المحراب قريبة من المنبر في المسجد الأقصى فقام بعمل رسومات بعدين بدأ يعلم بدأت هلا حياته التعليمية في القدس وبدأ يعلم في الكلية الرشدية والأمارية والبكرية والكلية العربية وصار يعمل كمان دورات دورات للمعلمين في الكلية الرشدية بعدها الحكومة البريطانية بعتته لـ Central School of Arts and Crafts في لندن يدرس لت سنين درس فيها كل فنون الرسم بالباستل عمل أعمال نحتي رائعة جداً اشتغل بالسلمك هو أول ما نشتغل مقدر نقول السلمك أو الخزف الفني في فلسطين بعدين اشتغل بالتجليد الفني اشتغل بالـ Free Hand فكل معرفته بالزخرفة اللي هو كمان أخذها من القاهرة ليه كانت في القاهرة دراسته كانت هو تعمق في قصص الزخرفة الإسلامية وصار عنده تمكن رهيب حتى بقدر بيد الـ Free Hand يقدر يعمل الزخرفة ضغري على السطح اللي بيشتغل فيه واستمر في هذا الممارس بالزخالة الإسلامية حتى في لندن لعنه وجوده في لندن واستفاد برضه من المتاحف للتوعد يعني تمعه الأكبر بالزخرفة وخلص دراسته ورجع هلأ لما رجع بدأ يعني هي تأثيره القوي في فلسطين فهو قام بتأسيس أول برنامج للتدريس التربية الفنية في فلسطين وبدأ يشتغل شغله الخاص في الكلية وبعدين اشتغل في الكلية العربية كيف قابل الوالدة؟ نعم آه هيا هلأ هذي فاشتغل في الكلية العربية وكان يعطي دورات في كل فلسطين لدور معلمين ومعلمات فهلأ الوالدة طبعا ولدت في جاملين والدها جدي يعني كان برضه درس القضاء في الأزهر ثم بعدين أكمل دراسته في اسطنبول ورجع على فلسطين واشتغل كقاضي هون هو اشتغل قاضي برضه الوالد والدها توفع على عمر الصغير بس هي كانت كانت كتير ذكية حتى ان هم خلوها تمرأ بالصفوف وخلوها تنط على الصفوف حتى انه وصلت لدار معلمات والدرسة في دار معلمات في القدس كانت تقدر أولي نفس المستوى كان كلية العربية في القدس وتخرجت وكانت صغيرة جدا وكانت تلميذها تلميذاتها كانوا أكبر منها فصارت اندرس في رمضة في دار معلمات فالوالد كان يجي على دار معلمات ويعطي دروس للمعلمات كانت فتعرف على الوالدة فأحبوا بعض وتزوجوا فكان هو زواج قائم على الحب وليس زواج مرتب فالوالدة كانت شخصيتها شخصية يعني كان النظر قوية كان لها شخصية وحضور قوي جدا كانت يعني أنا بعتبرها امرأة حكيمة كانت تتأقلى مع كل اللي صار بالإحنا الوضع الفلسطيني والتنقل والخروج كانت إنسانة كتير مثقفة متفهمة كانت بعدين كانت تير علاقتها مع الوالد هي علاقة تعاون علاقة تبادل أفكار بعدين كانت كتير تلمنا باللغة الفصحة وإحنا نرد عليها بالعامل وكانت تخصصة بالتربية وكانت توقي أشعار للمتنبي وكانت تكتب أشعار وكانت تكتب مقالات في الجرائد تنقض فيها النظام التعليمي فهو زي ما قلنا إنه هذا عمل إنه جو البيت وجو محبة كان جو سعادة جو مليء بالمحفزات مليء بالتعاون والعمل المستمر هلأ في الصورة هاي طبعا بيبين هلأ هم طبعا هلأ بعد فلسطين بعد النكبة الوالد والوالدة طلعوا لأنه بيتهم في رمضة نضرب والوالد خسر شغله في الكلية العربية وبعدين أبدأ أقول شغلة كمان مهمة هلأ الوالد كمان إخوته مهمين كمان كتير كان عمي عبد الرزاق وكان عمي خيها هلأ عمي عبد الرزاق كان أصغر من الوالد وراحوا برضو درسوا في القاهرة عمي عمي عبد درس الجزاج المعشق في القاهرة وبعدين عمل كمان دراسة للتصوير الفوتغرافي وبعدين كل حياته بعدها كانت اشتغل بالزخارف بس أكثر إشي كان شغله هو بالتصوير الفوتغرافي في التعليم وعمل استوديا وراع الكويت يعني واستمر بشغله الفني اللي سجل فيها كمان وقائع من الحرب التمانية أربعين وبعدين الحياة في الكويت فعمل شوت كبير كتير من هاي الناحية عمي خيرش درس النسيج وبعدين لما هم رجعوا من درستهم قبل ثمانية أربعين هم التلاتق أسسوا استوديا ودرام في القدس بس هذا الاستوديا كان من سنة خمسة أربعين إلى ثمانية أربعين بعد النكبة طبعا راح وقع في تحت إدين الاحتلال وأخذوه الإسرائيليين فبطريقة هاي هلأ والدي والعائلة تجهوا لأو إشي العمال بعدين دمشق قعد الوالد أربع سنين في دمشق علم برضه بالكلية الدور المعلمين بعدين بعدها أنضب إلى أوفد إلى ليبيا ليكون متخصص خبير اليونسكو في التربية الفنية عشان هيك حتى تكون عروضة في ليبيا نعم فعنا شيك أنا مولدت في ليبيا طبعا راسم أشغر من أن يعرف راسم مهندس معروف أختي طبعا أختي برضه كنا إحنا فكنا في البيت كنا نقعد نرسم نقعد نشتغل بس طبعا الشغل الكبير المنبع هو الوالد الشغل راسم اللي كان بعدين رح أحكي عنه فليلا كانت برضه ترسم بس لما أجد الخلص صوجية وحصلت على معالي كتير هي أحبت أن تدرو على الحقل العلمي فطبعا عملت درست في القاهرة صيدة لي وكملت درستها في الماصر والدكتورة إنكلت في لندن آيوة آآ آآ كتير أمور بدي أحكي عنها طبعا تأكيد حضرتك يا طفل الصغير على حضن الوالد ما هيك؟ نعم آآ 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 أنا إم الشبرات إم الشبرات طيب مبني حسم الله حسم الله ما تغيرتي حسم الله بس كتير طيب طب هو مليكي تحكي لنا شوي عن عن شغل الوالد يعني بس يسرار دخلت لو سمحت أوكي الوالد كانت متمكن جدا طبعا تمكن جدا من الزخرة في الإسلامية وصر هو كان يشتغلها زي ما قلت باليد الحرة واشتغل على عدة يعني هو والد شمل كل الفنون نقدر نقولها اشتغل على عدة خمات يعني كل قطعة يشتغلها هي تتحول إلى قطعة فنية لأنه كانت قطعة فريدة من نوحها وهلأ الوالد برضا انتقل بعد ليبيا بعد انتهاء ليبيا رجعنا للرمضلة وكانت وقت رمضلة تابع للأردن وبعدين طبعا صار الاحتلال سبعة وستين هلأ الستوديو هذا هذا ثانت استوديو كان الوالد أقام فيه وهذا كان عمارة رائعة جدا كانت موجودة في رمضلة من أقدم العمارات رمضلة كانت موجودة وكان له رواق جميل جدا جوا كان هو ما أخذ الجزء التحتاني من العمارة وكان قريب من البيت حطيت الصور لأن هذه كانت بناية رائعة جدا بالضبط هاي من جوا الستوديو هلأ أحد الأعمال اللي عملها الوالد بعد طبعا من المشاريع الكبيرة اللي عملت لمكان الوالد كان في فلسطين هي أنه وقت سنتسعة صديرهم عن الحرق المنبر من قبل متطرف يهودي عشان بناء الهيكل هلأ لجنة الإعمار طلبت من الوالد إنه يعيد رسومات المنبر المحترق ومن القطع المتفحمة اللي كانت موجودة ومن كل الوثائق اللي دور عليها الوالد حتى يقدر من الصور اللي لقاها في المتحف الفلسطيني قريب من بيت الساهرة من هدول من الصور من القطع المتفحمة قام عمل عمل توثيقي رهيب جدا مدة خمس سنين عشان يرجع رسونات كمان مرة للمنبر عشان يحتمع عليها لما يبنى المنبر الجديد فهون هايو فالوالد كان يشتغل بالقبرة النحوية في القدس وكان كتير دقيق في شغله كتير حتى يوثق كل إشي كان موجود وكان والشغل اللي طلع والأجزاء اللي ملقاش إلها مراجع عمل الزخرة اللي هي نفس التراز الاتراز الايوب اللي كان في هذيك الفترة اللي هنا منبر هو كان من 1100 سنة 1100 وعمله نور الدين الزينكي وعمله فحله وبعدين صلاح الدين جابه على القدس عشان بعد ما تحررت نص اللي بيه فهلأ المسألة المهمة جدا في شغل الوالد هون إنه هو عمل 31 خريطة وأسلمها لجنة الإعمار اللي كان في القدس ليه اللجنة سلمتهم بالأردن بعدين المسألة يعني المؤلمة المؤلمة يعني مش عاف الولد لو شاف النتيجة اللي طلعت إيش رح يصير فيه إنه بعد ما العمل نفذ المنبر سنة 2007 للمكتب أردني الهندسي وأنكروا شغل الوالد هم اعتمدوا على شغل الوالد اعتمدوا في الرسومات لأنه هو كان الوحيد اللي مقدر يفهم لأنها عبارة عن كانت عمل معقد جدا معقد جدا كان يعني كان مرات يبقى ماشي بالبيت يدور يدور وإيش ويتخيل الرسمة تقول له الوالدة تقول له يا جمال ما بالك فكان يقولها المنبر يا فاطمة المنبر فكانت مسؤولية رهيبة جدا فوقه هو كان بتحملها وكان كتير مبسوط من النتيجة بس المشكلة إنه هم اعتمدوا على رسماته بس هم بنكروا فهذا مؤلم وأنا هذا لازم يوثق والكل عارف على كل اللي ما تسألوا إن أهل في الفلسطين كل عارف إن الوالد عمل للشغل بس النتيجة اللي طلعت وتنفيذ العمله كتير كان وحش لأنه نغير فيه وشغل الله علي يعني الأمل جدا جدا جميل بدي أنتقل للصورة اللي وراها بس تحكيننا في خلال دقيقة وحدة عن تأثير الأستاذ المهندس راسم بدران في حياتك ويعني كأخ كبير وزميل في المهنة أيضا طبعا أنا طبعا بيني وبين راسم تسعة سنين فأنا لما فتحت عيوني أنا كنت ألا البيت كله مليان الوالد بشتغل بأعماله الفنية والرسومات والزخارج والراسم بدأ يشتغل من عمر ثلاثة سنين وبدأ يعني عنده هادي كانت الموهب العبقرية ما فيش ما فيش إشي فريد هذا فريد من نوعه ما فيش زيه لأنه كان يقدر يشوف المنظر كان عنده ذاكرة فوتغرافية وبعدين يرجع البيت ويعود يرسمه بعدين يبتكر ويخترق كان عمل حوامات عمل طائرات كان يعملها من الكرتون من جوه من بره فأنا كنت طبعا كنت في موقع اللي قاعد يلاحظ قاعد يتطلع قاعد يكتسب بين خبرة البالد بين خبرة راسم وكنت قاعد المحاولات الصغيرة في الرسم بس ما كانش يعني أنا كنت يعني ماشي مع المجموعة لكل قاعد يرسم فصلا حكايت إنه البيت صار هو رسم فيه إشي عادي إشي طبيعي فأنا كنت أعمل محاولاتي وأنا بدأ أقول إنه حتى الذاكرة البصرية اللي عندي عن ذاكرة الليبيا كلها جأجت من رسومات راسم رسومات راسم هي اللي أعطتني الذاكرة تاعت ليبيا أنا كنت صغيرة كتير لأنه راسم كان يسجل الأسواق الاحتفالات الشاطئ كله ودايما راسم يشتغل فهو كان أحد خصائص بيتنا هي العمل العمل المخلص والعمل الدائم ما فيش كان وقت فاضي كان كله كله كان شغر جميل جميل شكرا أخت ساميرا شوفوا بس أنا بدي نوه إنه نحن تقريبا نصف نصف الوقت مر وما بدينا حتى بأعمال السيد ساميرا فبدينا نحكي عن أعمال السيد ساميرا هلأ سيد ساميرا حكي لنا يعني أنتوا بليبيا بإيطاليا يعني كيف كانت الطفول وشو أخذكم على ليبيا وشو أخذكم على إيطاليا هلأ بوجود الوالد كان في اليونسكو في ليبيا عدنا عشر سنين في اليونسكو لأنه الوالد كان خبير التربية وقعدنا هناك وكان يعمل معارض للدول المعلمين اللي كان يعملهم الدورات كنا إحنا نروح نتفرج مع الوالدة والوالد طبعا بعدين أثناء قمتنا في ليبيا ما كنا نروح نقضي فرصة الصيف في عمان لرؤية العائلة كنا نسافر لإيطاليا نقعد فيها أسبوعين بعدين نروح على ليبيا فإقامتها في إيطاليا كانت أثناء العطل كانت كلها إقامة أغلبها نقدر نقول إقامة ثقافية فكنا نروح على المتاحف هذا مثلا متحف الأوفيتسي هذي أنا والوالدة في متحف الأوفيتسي طبعا مع الوالد وأخ وراسم وليلة فكانت زيارات ثقافية كنا درنا في كل إيطاليا تقريبا في فنيسيا في روما شفنا كله كل الأعمال كل المتاحف فكان في يعني والد داما كان يعني هو حطنا تحت هذه المظلة الفنية حتى إحنا وحط فينا حتى محبة الفن سواء الوالدة والوالد وكنا فإحنا كنا منحب الفن هي هذا الصار جزء من حياتنا من إيش اليومي بدي أسألك هلأ هلأ يعني أنت انتقلتي إلى القاهرة فأنا بدي أسألك كيف 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 تجهتي للقاهرة يعني شو سبب اللي أخذك على القاهرة بلظرط أنا في البعد التوجيهي أنا جبت على معالية عن فكرة وأنا كنت أحب النباتات والعلم الأحياء فالوالد قال لي ليش ما تجربيش تدرس الفن أنت يعني أنت يعني كان الوالد شاف أنه في عندي أنا موهبة فيه بس أنا كنت زي ما قلت أنا رسماتي كانت محدودة مش إنه كتير فأنا قلت ليش لأ خليني أجرب فأنا لما رحت على القاهرة هذه كانت مرحلة مهمة أنا كنت جاي من رمضة رمضة بلد صغيرة تعتبر قرية بجانب القاهرة البلد الكبير المزدحم الأسوأ في القتوبسات المتاحف العراقة في العمارة المساجد فكادس بقيل لي عالم ساحر إنه كيف أكون في بلد من هالشكل ونبدأ وأبدأ أرسم الفن فأنا حبيته من أول سنة وأنا تصور أنا قدرت تقريباً أول سنة من القاهرة هي جوات المتحف المصري ندرسه فكان يعني أنا باعتبر حالي هلقد محظوظة أن أكون تعلمت الرسم من خلال المتحف المصري فهلأ فتحمست كتير للمسألة وصرت حتى بالعطر الصيفي لما أرجع على البيت في القضاء الفرصة كان تحت إرشاد الوالد كنا أنا برضو أرسم أروح على القدس هلأ الوالد كان في هذه الفترة كان يعمل رسمات المنبر كنا نروح مع بعض على القدس والوالد يروح على القب النحوية يشتغل شغل الرسمات المنبر وأنا أتجه في طرق القدس وأعد أرسم رسمات وأعمل سكيتشات وبعدها صرت ورجع على البيت وأعد أعمل الرسمات وكن أعمل أشطر كله بالزيل فأنا كتير هلأدى كان حماسي للشغل حتى أنه حتى بالصيف كنت ترؤية أشطر فعملت بورتريت للوالد هو كان يقرأ الجريدة عملت قطعة نحت برضو طبعاً كله تحت إرشاد ومعلومات الوالد بالمنظور وبالألوان بس الوال لأنه عنده طريقة تعليم كتير مبتكرة أنه ما بفرد حاله بس هو بنمي كان في موهبة قدامه بنميها أكتر فأنا كنت كتير محظوظة أن يكون عندي الوال هلأ هون آه أوكي هادي هون من نطس ل هلأ دراسة بالقاية كما قلت كانت دراسة أكاديمية طول هاي السنين آخر سنة صار فيه تغير جذري مهم جداً أجانا الاستاذ الفنان أحمد نبيل كان هو يدرس في إيطاليا ورجع وعمل طريقة يعني طريقة أنه كيف إحنا ندرس هذه السنة بطريقة مختلفة وصلنا نطلع نرسم في أماكن برا الأجدران الكلية حتى يكون عندنا احتكاك بالحياة الاجتماعية بالوضع الاجتماعي بالبيئة اللي موجودة برا فرحنا على منطقة أول سنة أول فترة رحنا على الفخرين من الحسين وبعدين رحنا على هاي المنطقة هاي المنطقة النسبة لي كانت إشي يعني عالم رهيب محل ما ببنوا السفن الشراعية فكان فيها صواري كان فيها أسرجة كان فيها براميل كان فيها أحسنة كان فيها عمال بيشتغلوا فأنا بديت هون عشان مشروع تخور شخرش صرت أدخل أكتر بالديتيل عشان أعمل عمل يكون مش هدفه أنه أعمل عمل أكاديمي يبين يعني أدرس فيها اللي قدامي وبس صار في فكرة أكتر أنه أنا أخلق عالم آخر فكانت نقطة التحول هذه في آخر السنة كانت مهمة جدا وظني هي فتحت لي باب أنه أنا أستمر بهذا يعني أنه أشوف أكتر فكانت هذه الفترة مهمة جدا سميرة أنا ألاحظ هون أن الأعمال من بداية شغلك يعني من السبعينات الأعمال لها هوية معينة هوية خاصة لازالت اليوم حتى بعد 40 سنة 45 سنة لازالت الأعمال نفس الهوية حتى لو تغيرت الأعمال في نفس الروح فبدي بس أنوه للجمهور أنه بس يلاحظ الأعمال لأنه رح تتكرر وكمان الصورة اللي وراها رح نورجي اللي هو المدرس أستاذ أحمد نبيل أحمد نبيل اللي عليه الدائرة وهو هذا المدرس اللي له تأثير كبير على حياة الستر خلانا الكل عفكرة كان دفعة جميلة جدا وكل كان يشتغل كنا دفعة متحمسة فكان الكل يشتغل والكل كان يطلع وكلنا نقضي نقضي يعني عملت أنا عشرات السكتشات وكان في كمان سميحة ليا سرقي اشتغلت نوها طوبية اشتغلت كان في إبراهيم النجر فكلنا كنا اشتغلنا لنعمل إشي مخلط وكان بإشي إحنا إحنا اللي يعني اشتغلنا إحنا اللي إحنا اللي إحتكينا بهذا المجتمع الموجود برا وقدرنا نطلع بأعمال فريدة مش أعمال مش بقيها مشان هلأ في ناس صارت كتير من ناس تنقل من الانترنت بس هناك هديك الفترة كنه كان مرتكز على الرسم وعالدراسة هلأ هم برضو هل أنت على تواصل مع أي من أصحابك اللي بالصور هون هل أنت على تواصل مع اللي كانوا معك في الجامعة هلأ من وقت من الكورونا قدرنا نتواصل عن طريق الفيسبوك وعن طريق لاذو قدرنا نلاقي بعض هلأ هلأ هون كان مثلا من الأسعاد اللي كان يعلمونا برضو كان موجودين في حيز الكلية حامد ندا كان في زكريا الزيني منذوع عمار كمال استراج كلها أسامي كانت تعملوا معارض فالحلو تجربة القاهرة كانت وانا كان عندي احتكاك بالمعارض بالفن المصري اللي كان في هديك الفترة كان في حركة مش قليلة وكان تيجي معارض من بره المتاحف تجربة مصر بنانا مثل اللي كانت غنيكة جدا وبعتبرها تجربة ساحل وبعدين القاهرة نفسها كبلد كمدينة إلها يعني إلها فرادة جدا هون كان كنا رح نشوفنا راغب عيات كان كبير كتير بسين هو من أول مؤسسين لكلية كلية الفنون الجميلة في القاهرة فكانت يعني ما كانش كتير في كلام نقدر نقول الأسازة كانوا ييجوا يشوف الشغل يعملوا منتقاداتهم بس هو كل الجو بتهيالي أثر علي وخلاني أحب أنا صرت كتير متحمسة وصرت أحب يعني الشغل قادة عمله فأنا أنا كنت أحبه فشتغلت فيه يعني بكل بكل وقت ما كنتش أضيع وقت أبدا يا بختك يا بختك ست سميرة أنه يعني أنت محاطة بهالعمالقة حامد ندا مبدو حمار راغب عياد يعني أشخاص تاريخيين مزبوط شي شي جميل كتير نكفي أحكي لنا ست سميرة عن هذا المعرض هذا المعرض للجمهور المبيعرف قد يقول من أهم معارض القرن العشرين في العالم العربي معرض قامت بيه السيدة مونة سعودي بالتعاون مع أخوة وأخوات آخرين ولها أهمية كبيرة لأنه كان هو معرض اللي هو اللي كان فيه روح اللي هو التعاون أو نوع من كيف بيسموه سولادارتي بس التضامن التضامن مع الفلسطينيين ايه فحكينا عن حضرتك يعني عن كيف كنت حضرتك يعني بالمعرض لا هي الفكرة المعرض رهيبة أن القضية الفلسطينية كانت قضية عالمية مش قضية الفلسطين وبس فكل الأحرار كل الفنانين اليساريين اللي كانوا يعتقدوا بالعدالة بالحرية هم تبرعوا بلوحات فكان أكتر من 200 فنان تبرعوا لإقابة نوا لمعرض متنقل اللي ينتهي في الآخر في فلسطين كمتحف فلسطيني يؤازل القضية الفلسطينية وكان معمول في بيروت تحت القنابر وراح عرفاد وافتتحوا يعني فدي كل فترة كان في الثورة الفلسطينية النضال وكان في الثورة الثقافية كان في كانت الثورة ماشي بكل المجالات فهون طبعا طلعوا مثلا لي بده يعطي لوحها أنا عجبتني الفكرة أنا كنت لسه طالعة من الكلية كان عمري 22 سنة كنت صغيرة كتير فعجبتني الفكرة فاتبرعت في أحد اللوحات اللي أنا كنت عملتها لنشروع التخرج اللي لها علاقة برضو شوي بالمراكب هاي اللي اشتغلتها فكان يعني بعدين طبعا بعد الاجتياح 82 درب المكان اللي كان في المعرض بس في بعض اللوحات قدروا يحافظوا عليها بعضها لا أنا لوحتي ليستها موجودة على فكرة قالتلي أنا مولا سعودي قالتلي وناصر السومي كان اشتغلوا كمان سمير سلامي كانت مجموعة بين الفنانين اللي مقمين هناك والمثقفين الفلسطينيين اللي بيقامنوا بإيش أهمية الثقافة هذه واللي بده يعرف أكتر عن المعرض الأخوات الزميلات كريستين خوري ورشا سلطي قاموا بكتابة كتاب كامل ومعرض عن هيدا المعرض المهم انكفي ست سمير عندنا كتير كتير بدنا نحكي عنه أخيرا أخيرا رح نشوف أعمالك يعني بالألوان أخيرا يعني كوهيدا اللي صاير هون كأنه عظم كأنه يعني كأنه نحنا جوا الحوت أو شي شو صاير هون لا لا هون يعني آه أوكي في ممكن واحد يترجم كتير بس أنا بعد ما رجيت من مصر وأنا كان معي في جعبتي كل هاي السكتشات لأنا كنت مشبعة بهذا المكان الرائع لأنا كتير كنت معجبة فيه فكان معي هذول السكتشات ورحت على فلسطين وبديت أشتغل فبديت بأعادة صياغة هاي المفردات لتعبر عن معاني عالمية أو معاني تمثل الوضع الفلسطيني برمزيات مختلفة فأنا كنت عاملة حصان من غير راس حصان من غير إجرين هو الحصان المقيد وأخذت الهيكل تاع السفن اللي كنت أنا شفتها ورسمتها وقلبته صار هو السجن بس طبعا راس الحصان موجود فوق يعني كل هاي رمزيات ذاكرة الحصان موجودة تحت واللوحة الثانية هذي برضو أنا يعني حطيتها لأنه أنا لما شفتها كأنها لوحة بتمثل اللاجئين المضايعين في البحر المتوسط اللي هم رايحين من غير أي منجرفين في البحر من غير أي شاطئ يستقبلهم مع أنه هذيك الفتح هذي عملتها سنة 76 وكانت مثل يعني الفكرة كانت وراها الضياع بس إنه كيف إنه نفس اللوحة ممكن تتعطي كمان أو تعيش أكتر للوضع القائم وتبقى برضو يعني مناسب للوضع القائم فأنا هون ديت عد أشتغل بالألوان ديت كنت كتير كم أخوذ بعمل رسومات هذه اللي أنا زي هاي الرسمة هلأ لبعدها هلأ شفت المركب كأنه مركب مقلوب بصلا مركب مقلوب ست سميرة فلسطين لها دور كبير في أعمالك يعني بس كيف 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 فينا نفهم إنه صلت هاي اللوحة فلسطين يعني إنه فيك تشرح لنا إياها لو سمحتك أنا كنت مقيمة في رمضة أنا بعد ما خلصت بخلصت دراسة بالقاهرة اشتغلت سنتين في مدرسة الأنروة زي part time فكان عندي وقت إنه أروح أرسم شغلي فهلأ في هذه الفترة طبعا إحنا كنا تحت الاحتلال هلأ الاحتلال كان يعني فترة كانت صعبة لأنه أنا بتذكر دائما ولا يمكن أنسى كيف لما كنا نيجي من مصر ونقضي العطلة أنت أهلنا ونمرأ من الجسر هلأ مرور الجسر كان إشي جحيم كان فيه إهانة كان فيه تفتيش حتى لجسمنا كنا كان يشلحونا ملابس كنا يرموا الملابس على الأرض يعني كان فيه إهانة وكان فيه معامل كتير وحشة انتظار فأنا هلأ لما رجعت بديت بدي أعمل إشي العلاقة بالقودس لأن هذا القودس إلي علاقة جدا قوية فيها من تيجي بتهيألي من محبة الوالد إلها فأنا قلت كيش بدي أعمل هلأ أنا في وأنا موجودة هناك فصرت أروح على القودس وشت أمشي سوأ أمشي فيها ورحت على الجهة القودس القديمة اللي هي تغيرت كليا هندوا البيوت طردوا السكان الفلسطينيين وبديوا هم يبنوا في هذه المنطقة فأنا لقيت أنه الآلات أنا عادت أطلع أنا لقيت أن الآلات الخلاطات والآلات البناء تحولت إلى آلات هدم وصرت يعني تتمثل هذا الضغط هذا القهر وعملها إيش تسلب المدينة روحها أو أصالتها فعملت هذا التكوينات اللي كلها مأخوذة من آلات الخلاطة وصرت أشتغل فيها لأكون مدينة قاعدة تقن تحت هذا الضغط فهذه أحد اللوحات اللي عملتها وبعدين برجع لها لقدام مرة وعملتها بينتينغز كبيرة كتير بس هي هذه كانت اللوحة اللي عملتها سنة 78 عشان يعني إيش عبر عن روح البلد إيش عمل يصير فيها الدكتورة ست سميرة الدكتورة عايدة العايدة يهنية كتبت لي أنه هذا العمل في مجموعة المتحف الفلسطيني بهبا سخية من الفنانة سميرة بدران فشكرا لإلك ست سميرة يا عفوا بس هو العمل اللي في المتحف هو عبارة عن صورة للعمل مش الأصلي الأصلي موجود عندي العمل موجود وهذا أنا اشتركت في هذا المتحف في المعرض بتاع إنتيميت ترين وكان كنت متخايفة أنه أبعث العمل الأصلي فأنا عملنا عملنا سكانينغ إليه فهو السكانينغ كان هالأبد عظيم كأنه كانه العمل الأصلي بس هو الأصلي موجود عندي بدنا منه بدنا منه فوسترات وافيش وفوستر ست سميرة كتير كتير رائع طيب نكفي هلأ هيدا هيدا الصورة مين السيدة هيدا الوالدة هلأ فالدة فاطمة علاء الدين هلأ هلأ إحنا لما هلأ جيت أنا عرب الله صرت أشترك مع الفنانين مع طبعا مع فيرة تماري سليمان منصور نبيل عناني وكان في عسان بادل مرحوم عسان بادل والمرحوم كامل المغني فبدينا إحنا المجموعة هاي نبدأ معارض نعمل معارض وكان في تحماس رغيب غريب جدا من الجمهور إنهم يشوفوا إنهم يشوفوا كان في كل مرة نعمل معارض يجوا ناس كتير وكان في يصير في حوار يصير في مناقشة الناس بتعرف وكان برضو الوالد يشتغل معنا يشترك معنا في هاي المعارض هلأ في هاي المعارض غريب جدا إنه صار في كتير لوحات اختفت في كتير لوحات سرقت لأنه ديك الوقت ما كناش نعمل عقد لما واحد يعمل معارض فكتير من الفنانين سرقت أعمالهم في هاي الفترة إنه عدد من لوحاتهم سرقت بس إنه كانت هي مرحلة كتير غنية بالفن الفلسطيني وفي بداية كل هاي الحركة أو الرابطة الفنانين اللي صارت نعم وكان أصلا حتى السيدة فيرا كاماري والسيد سليمان منصور والسيد نبيل عناني عملوا حتى مجموعة من فنانين تلك الفترة طبعا أنا كنت معهم بس بعدين رحت عاييطاليا هاي بدنا نحكي عن إيطاليا هلأ شو أخدك على إيطاليا سملا أنت على طول مسافرة هلأ هون لإيطاليا أنا بقول شكرا لفيرا هذي أنا مشكورة لفيرا داما لأنه فيرا أجدت هي البحثة إنه تروح على إيطاليا بس معنا بيرا درست في إيطاليا فقالت إنه أنا هلأ بديش أنا أروح إيطاليا فرشحتني فأنا وريت للأظن القنصل أو المسؤول وريت بعض الرسمات وعجب فيها فرحت عاييطاليا فأنا دائما بتذكر بيرا لهاي المسألة تاعت إيطاليا أنه هي السبب أنا رحت عاييطاليا على في إيطاليا طبعا كنت أنا دائما أخذ رسماتي معاني هذور الرسماتي أنا من نسبه إلي كانوا يعني مرجع مهم فقدرش أتركهم بأي مكان فكنت أخذهم فأنا لما وريت الأستاذي الرسمي هاي لأنه برضو عملتها بعد ما رجعت من القاهرة اللي هي بتمثل برضو شخصية موجودة بداخل قفص قفص كمه مرة وطلع كمه مرة وفي عندنا التمساح اللي هو يمثل الخطر هلأ المصريين كانوا يحطوا التمساح على عراس القارب عشان يجيب الحفظ السعيد بس أنا هون حطيت التمساح أو سلوة تاعة التمساح كأنه خطر وبعدين كل الضغط اللي موجود فوقه وتفاعل القوى البراميل الكبير اللي بتاكل البراميل الصغيرة وتحولت كأنها كائنات وتصارت كأنها خارطة فحتى قالوا لي أنا هلأ لما يشوفوا هذا العمل يقول لي هذا كأنه تلوث البحار وهو برضو هذا العمل بأخذ كمان برضو زي كمان حاضر للوضع حاضر فهذا العمل هو أنا من وراء أوكي بديت أشتغل فيه وبعدين هون كمان أنا كنت مع أستاذي اللي هو فرولي هو كان شيوعي كان يقام بالنضال العمال وكان دائما يتدايق من الحكومات الإيطالية فكان كتير يحبني وقدرني عشان يقول إنه سميرة دائما في قلبي فهذه كانت اشتركنا بمسابقة اشتركنا فيها أنا والولد البلجيكي اللي واقف على الشمال وبعدين جاوما اللي هو صار زوجي هو كان يدرس كتيراني وكان يدرس نحس فاشتركنا إحنا الأربعة وكمان طالب تاني وعملنا جدارية وقطع نحطية توصل القطع نحطية بالجدار عن طريق أن الطلاب يقعدوا بداخل الباب اللي هو باب شباك فكان برضى عمل يعني حلو والشغل الآلات كل هذا كان شغلي أنا بعدين الشغلي الفؤاني كان الشغلي التعني وهذاك كان الشغل الطالب التاني بس يعني كان برضى كان في مجموعة دراسة إيطالية كانت يعني أنا في قاهرة كانت بلد ساحرة مسؤولية إيطاليا كان تواصل مع الفن العالمي مع رؤية المعارض المتاحف والأعمال الفنية الأصلية تعرف على طلاب وطالبان من كل عالم فكانت برضى وكل الإرث الفني اللي موجود في إيطاليا اللي هو في كل سنتيمتر فيها في يعني ممكن واحد التعلم فكانت برضى تجربة قنيجة جدا تجربة إيطاليا هلأ في إيطاليا برضى كنت عملت نحط مع أنه ما كانش من كنا أنت تقدر مثلا نروح على على استوديو تاني ممكن أنا أعمل شغلي معني أنا مش مسجلة بهذا الاستوديو فأخدت أحد الرسمات اللي أنا كنت عملتها بعد القاهرة يعني شوفوا تأثير القاهرة ديش هو ماشي معاي لأنا عملت زي بسيلف بورتريت اللي هي بتمثل هذا القفص الصدري اللي كان الهيكل السفيني اللي صار هو بين قفص صدري وبين كأنها خالج داخل بعدين السراج اللي تاع الحصان اللي هو بحد الرؤية وهم عندي أنا برضو في قيلها معاني أكتر من الوضع يعني تحت الاحتلال ووضع المرأة كمان كيف تحمل ووضعها في مجتمع برضو بدايقها فاستعملت الصاري كأنه هو الشعر فأنا عملت هذا وعملته تمثال في فلورنس بس خصالة إنه لما أجيت أعمل نيجاتف وقع تمثاله خلال بس هو على كل التمثال برضو كانت هي تجربتي إنه أعمل للفوليوم كان تجربة كويسة حتى أفهم أكتر يمكن أنا غلطان بس أنا شايف أنه كان في تأثير للخيال العلمي لساينس فكشن يمكن غلطان أنا مكنتش أتفرج على مجلات ساينس فكشن ولا هلأ ما بتفرج عليها بس أنا يعني كانت في عندي إنجذاب لهاي الأدوات بقدر أقول أدوات وحسب الموضوع اللي أنا بدي أشتغله هادي هي اللي كانت هاي هي السبب اللي أنا مثلا كنت أرسم هون مثلا في فلورنس لقيت آه هون برضو فلورنس في الأكاديميك أنا كتير لقيت تقارب بدراسة الإتشينج لأن الإتشينج فيها رسم كتير وفيه برضو فيها متاريتي فيها المادة فأنا برضو أخدت من رسماتي بتاعون القطس كنت أعملتها الخلطات واشتغلت عليها وحورتها وغيرتها أنا منوع لما بشتغل في شغلي بغيرها ما بعيدش أعمل الرسم نفسها لأنا كنت رسمتها قبل مثلا كزا سنة وهو برضو قال آلات كنت لقيت في القطس نفسها كنت بين الأسرة مالله كنت لقيت في مساحة كان فيها آلات متروكة لعمل الطوب بس هي مش آلات نقدر قول عنها معقدي كتير بس هي آلات باعتبرها إبدائية بس كنت ألاقيها يعني كشكلها شكلها كتير غريب وكتير بحفزني نعمل أشياء فهذا السبب أنه أنا يعني أنا اللي بشايفة بأعمالك اسم الله أن فيك أن أنت قدرتي أنك تعملي رسم ونحت وإتشي وكمان بعد شوي رح نشوف فيديو وبتعمليهم كلهم جدارة فأنا كتير يعني كيف يعني كتير مش يعني نستغرب من اسم الله اسم الله عليك يعني من إمكانيتك بإنك تكوني يعني محترفة بشكل بكل هذه المجالات المختلفة بعد شوي أنا بس هون ما بدي وقف بس بدي رح بس برجي الصور لأنه بدي ورجي الفيديو بس هاي مهمة هاي فيك يتحكي لنا شوي عن لوحة القدس وبعدين نروح للفيديو أوكي هلأ لوحة القدس هلأ أنا لما كنت في هون لما رجعنا عبر شلونة أنا طبعا زوجت جاما وجينا عبر شلونة نعيش فيها هلأ هون بدأ تعاد أنه أنا إيش بدي أعمل تساؤلات كيف واحد بيلاقي حالة واحدة وخلصنا الأكاديميات خلينا نحطها عجيها ونبدأ نشتغل إحنا كشغل الخاص إيش بدي أعمل فأنا في أحد اللوحات لوحة القدس أنا كنت عملتها بنتين بس صغيرة بس كان كتير صغيرة وتلخبطت وخربت هذيك اللوحة فقلت ليش ما أخدش هاي اللوحة لأنه في إلي علاقة فيها وبعتبرها أنه أنا بقدر أشتغل فيها أكتر ليش ما عملاش على كبير فعملتها على أربع لوحات كبيرة متر ونص ومترين ومترين ومتر ونص وأخدت أجزاء يعني أجزاء منها وعملتها رباعية وبرضه غيرت فيها أخدت من رسمات أنا كنت عملتها في القدس وأخدتها وقعدت اشتغلت فيها السقلات هذه السقلات البناء وكل هذي ألات الاسمن وهون كانت هي البحث عن تعبيرية اللون بقدر نقول تعبيرية اللون وكيف أنا بقدر أصيغ هذا اللون لأعبر عن فكرة ما عن صراع ما لأنه اللون هون برضه إله إله مكان يعني مهم جدا وعملتها بالأكريلك وبالزيت حتى الأحجام الكبيرة يعني أنت متمرسة ومتمكنة من الأحجام الكبيرة يعني صعبة قال أنا يتعطيك مرات حرية للشغل هي حد في بعض المعارضة وحتى بعض الكنائس تكوني محاطة بالعمل العمل بيكون حواليكي يعني هيك أنا حاسس بعمالك في بالإنجليزي كلمة ما بعرف كيف أحكيها باللغة العربية بس عمل يكون ضخم ضخم هم يعني 2 متر بصلوا لفوق 2 متر هذو اللون بتمتين الكبار ودعي متر ونصف ومتمتر بس مع بعض بالإذن أنا راح بالكمان أربع صور جاية راح بس وارجي الصور للجمهور إذا فيه بدك إذا فيه شي مهم بدك تحكيه ممكن تحكي أنا شايف هون أنتي كنا عملنا معرض في مركز تقافي مركز في عجلة أخذنا البيكب وحطينا السيارات حطينا لوحات ورحنا كان 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 ظريف كتير للمسألة مين اللي صوركم اللي صوركم كمان يعني كيف صوركم صورنا دا تبقى أختي تكون قاعدة تكون هي بالسيارة سوء وصورتنا أكيد كتير حلوة الصور يعطيها العافية يعني أختك كتير شاطرة طيب صورة للتاريخ وهي أيضا يعني بعض اللوحات كمان متل ما حكيتي اللي هو الفرس أو الحصان اللي يكون تقريبا ناقص راس ما هيك بالضبط بس أنا أخذت وكنت من أدى هلأ هون أنا بس بدي أقول هاي الشغلة صغيرة قبل نروح نمط عليهم هاي والسلايد اللي بعدها إنو أنا موجدت نفسي في برشلونة وكنت في هذه الفترة بقدرش أروا على خلصية لأنه بديت الانتفاضة كان وضعت سعب كان عندي بنت صغيرة وبعدين صار المشكلة عندنا في البيت ما قدرش نقاط فيه فديت ألاقي إنو كيف بدأ ألاقي لوقت تتوصل بين ما أنا موجودة هون في مجتمع غربي آلة كبيرة كل شيء وأنا مجتمع الزراعي فصرت ألاقي الأدوات الزراعية القديمة يأنو فيه 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 تواصل بين هاي الأدوات اللي موجودة في فلسطين وموجودة بأردن وموجودة هون هون تكون معقدة أكتر هناك أبسط فبديت أعمل رسومات للأدوات الزراعية القديمة وأعمل منها لوحات فهلأ الصورة اللي بعدها هاي؟ هاي بتبين هذا الشغل اللي عملته وكله كان برضه الهدف منه كمان هي هو البحث في اللون بحث في الشيء في الشكل في تعبيرية الأشكال وصرت أشترل وأعمل كمان تنويع بالألوان معيتش في شفترة كنت أعيد ألوان معينة هلأ لأ هون خلاص الباليتة كبرت أكتر والباليتة صارت مفتوحة أكتر شفت أنا لك اللون الأزرق والأصفر والأحمر يطغل على كثير من الأعمال السابقة مظبوط آآ 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 بعدين وطير في فترة صار غمقت الألوان بعدين رجعت لها بس أنا دائما من نوعي بحب أحط الألوان القوية الـ contrast لأنه أنا هيك نوعي أنا بحب هاي الألوان اللي هي بتعطي قوة للشغل أكتر الأخت سيدة هالا خياط تحكي لنا أنه مونيومنتالتي يعني الأعمال الشمولية شكراً لهالا طيب بنكفي هلأ بالأعمال ما راح نوقف هيدا العمل يعني من نبتت برجيل والله من نفس النوع لهاي الأعمال نعمل دعاية بنعمل دعاية لبرجيل هون بس نكفي بسرعة طيب هيدا الستوديو اللي ببرسلونة هيدا ما زال الستوديو نفس اللي عندك ولا نقل فيه هلا أنا عندي استوديو آخر هذا كان استوديو اللي موجودة لبلد القديمة كان استوديو صغير بس عملت فيه أعمال كبيرة كتير كنت أشغل على الأرض وهون بديت فيه فترة تائب فترة جديدة أنا النوع زي ما قلتلي أنا النوع اللي بحب أجرب نسبة إلي تجارب جديدة فأنا تركت اللون مع كل اللون اللي كان تعبيرته ورحت على الأسود الأبيض لحتى ألاقي تلخيص لهذا زي السوء الفتغرافية الأسود الأبيض هي بتلخيص لك الشكل بطريقة مينمال فبديت أشتغل بالفوتوكوبي بالكلاج وأعمل وصالة الباليتة طبعتي هي هي الفوتوكوبيز لأعمال إلي ولصور إلي وأعمل منها صور جديدة فهي نفس العمل كان يطلع من نفس العمل صور تاني أعمال تاني فبديت فيه مشروع هو لحكاة صعوبة الحركة وقت هون عادينا نحكي من سنة 2000 نهايات 1990 يعني سنة 2000 وقته كانت بعد الانتفاضة الإسرائيليين كان يضربوا الشبان الفلسطينيين على الرقب عشان يسببونهم الشلل فأنا صرت أخذت الجرين كهية رمز الحركة للمضيلة الأمام وصبت أعملت أعمال كتير إليها علاقة بهذا واقع سيدة سنية أنا حتنتقل أني بدي ورجي أعمالك الثانية هيدي اللي أعملتها في بارسلونا بالستوديو اللي شفناها بالضبط كبيرة هذول كبار كتير هذول كبار كتير يعني بيأخذوا كل الأرض فكنت أعرض عليهم وأعرض أشتغل شو معنا الكرسي المتحرك اللي هون؟ برضو هي هي الإعاقة اللي صارت بعد كل الهجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشبان ففيه لهلأ لهلأ احنا لو نشوف إيش اللي صار بعد غزة فيه عند كتير ناس الأطراف مقطوعة فهو يعني هي عبارة عن استراتيجية أو سياسة مبروثة لأعاقة الناس لخلق مشاكل للمعاق ولكل اللي حواليه فأنا أخذت الكرسي وبس حطيت عليه أحد الكتابات اللي كان موجودة على الجدار اللي هي الثورة يقودها ثائر ويقودها مغامر ويبطف ثمارها الجبان لأنه كانت بعد انتفاضة أولى كانت كل الجدران مليئة بالكتابات فأنا صورت أصور 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 وقت رحت على الضغفة بديت أخذ كان عندي نهم للتصوير حتى يعني عود كل سنين للفاضي لأنا الماضي لأنا مكنتش أدخل فيها فلسطين لأنا ظروفي اللي صارت فبديت أصور كتير وأستعمل صور وأستعمل أعمال فكرة تعويض الوقت يعني خاصة عند الإخوة مش فقط الفلسطينيين يعني بنشوفها مع لبنانيين بنشوفها أيضا مع السوريين أو العراقيين يعني الناس اللي حرموا من بلدهم يعني الفترة طويلة فالفكرة رائعة جدا فكرة تعويض الوقت هايدي خليط ما بين الرسم والتصوير صحيح؟ بالضبط هلا أنا أخدت الصورة الفوتوغرافية منواني أنا بحب أجرب أنا منواني بحب أجرب بحب ألاقي إشي جديد إيش نسبة إلي فأنا اشتغلت على الصورة ما رسمتش فوقها أنا طرعت رسمت عليها وطرعت اللون من نفس الصورة بطريقة معينة هادي إيش هادي سر المهنة طريقة معينة لا وصارت عندي تطلع عندي أشكال جديدة وصارت النتيجة هي لا إلها علاقة بالصورة الأصلية فهون برضو برج على الإجرين اللي اشتغلت فيهم واشتغلت فيهم بسنين كتير حكاية الإجرين وصعوبة الحركة وتقسيم الأرض بعدين أخذ كمان حكاية العقل يعني الأرض صارت هي العقل الفلسطيني وكيف جزأوا هذا جزأوا فبعدين كانت برضو العجلات واستعمال العجلات في الفلسطينيين لما كان يحطوا العجلات عشان يعيقوا من حركة الدبابات سيد سميرة يعني أنا دايما يعني شوفي لما حكيتين عن العمل صار لمعنى جديد يعني نحنا أنا كنشايف هالأعمال ما كنفهم تببها أو معناها ولكن الآن لأن حكيتي عنها أنه كيف كانوا الفلسطينيين بيطخوهم الإسرائيليين فبيصير عندهم مثل إعاقات فأنتي عم بتشوفي إن المشي والحركة والأرجل يعني نوع من يعني كثير 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 معبرة صلاحة شكراً لأعمالك سيد سميرة شو هاي العمل اللي على اليمين مش فاهم كأنه في شي في بالي يذكرني بشي أه هلأ أنا بما أني صرت أروح على فلسطين صرت أصور وقته كانت بداية نقاط التفتيش فيه نقطة التفتيش فيها قلند وفي بتلحية فأصورت أصور جواة نقطة التفتيش بالخفلة بس يعني كنت محظوظة أنه صورت مئات الصور بقدر أقول مئات أو أول خلية عشرات الصور جواة نقاط التفتيش وكل مرأ أروح على فلسطين أروح على نقطة التفتيش وأصور فهلأ فعملت مجموعات أنا كنت أعتبر أنه اللي هي المعاطة اللي بسموها إحنا عندنا اللي هي الباب المتحرك هي عبارة عن سجن فأنا عملت دراسات للباب المتحرك وعملتها بالرسم وأطلقيت باب متحرك شبيه بالموجود في قلندية في برشمونة صرت عملت له رسومات كتيرة هون لجأت بالرسم لأنه كنت بدي أفهمه أكتر أنا بعتبر الرسم هو وسيلة لفهم الإشياء قدامي الأطمع عم فيه لأحلله فعملت إنستاليشن وهذه نعملت في بيانالي الشرجة سبين وتسعة هو عبارة عن سوانتين واحدة بالنص صغيرة واحدة كبيرة وطبعت عليها الرسومات اللي عملتها والترن سايد دور والسوان الداخلية بتدور شوي شوي فأنت بتقدر تدخل وتدخل جواد الاسوان الداخلية في لحظة النار بتصير كل القضبان شخافيان واحدة فوق بعض فبسبب إحساس بالإحساس بالاختناق وهو الواحد بيحس فيه لما تكون أنت بداخل نقطة التفتيش العمل الثاني هون أنا قدرت وقته هون اشتغلت بالفوتوشوب ما عملتش بس صور بس عملت زي تمثيل لعمارات الاضطهاد عمرات الاستعمار اللي هي الشيكبوينت الشيكبوينت هي اللي بتبثل صلب التفكير الاستعماري وعملت عدة أعمال لأنه واحد بتواجد بمساحات ما فيش إلى نهاية مساحات كأنك بداخل مصيدة فعملت مجموعة أعمال كتير بهذا الفكرة فأنا هايو شو أنا بحاول أعمل عدة يعني أنا عندي بفتح عندي عدة طرق للشغل لأنه أنا بحب يا إيش أدور بحب يعني هذه طريقة شغلي أنا بحب بقاملش إنه أحد يعمل نفسي إشي طولي طول الوقت رائعة شكراً سيد ساميرا حكفي لأنه أنا بدي أتلك عن التصوير التصوير أيضاً أخذك إلى هالأعمال شو صايا هون هون المسألة هاي إنه أنا كنت لحظت إنه في في شوارع القدس في شوارع رمالله في شوارع العمان في شوارع السوالح مليئة بمئات المانيكان اللي موجودين يعرضوا ملابس بس المشكلة الإشي اللي غريب في هالمنيكان إنه وجوهم كانت محطمة واللي أينه رايحة واللي أنفه رايح واللي وشه كله مش موجود طب بديت أصورهم في الآخر صارت ألاقيهم بكل مكان فهلأ صار عندي مشروع كتير كبير من هذول المانيكان اللي كل ما أبرح لو ألاقيهم أصورهم لأنه بعتبرهم بيعبروا كتير عن التدهور الوضع الاقتصادي بيعبروا فيه كتير معبرين بعدين كيف مرات كتير أصحاب المحلات بقعدوا يعملوا هذا الفن الشعبي اللي بقعد يشتغلوا على المانيكان وينوونوه بطريقتهم هم فتطلع نتائج رهيبة كشكل موجود في البلد ما حدش بتطلع عليه والناس بتطلعوا على اللبس بتطلعوش على تعبير المانيكان بعضهم كأنه في حزن في وجه البلد معبر جدا بالزبط طيب هلأ هيدا المعرض تاريخي ومهم جدا فيك تحكينا عنه لو سمحت هلأ سنة 2005 بمأنه الرسم كان عنده علاقات كتير له درس في درمجستاد في ألمانيا وبعدين دائما بيعمل محاضرات في كل العالم فالحكومة الألمانية كانت بتها تكرمه فالطل منحب أن نعمل لك معرض في الوزارة الخارجية في برلين وكمان قالها لي تاني قالها رئيفة في برلين نفسها فراسم فكر ليش ما يكون مش معرض الوزارة الخارجية تكون هي معرض العائلة اللي بيغطي تلات أجيال اللي هو جيل الوالد هو الأصل بعدين راسم وأنا لجيل التاني بعدين ولاد راسم في ابن راسم جمال جمال راسم بدران هو درس الهندس في إنجلترا وعمل يشتغل عن مشوق طريقه بطريقة مبدعة بعدين بنته علا اللي هي درست سيد ديزاين برضه في إنجلترا وعمالها برضه تشتغل وبتعمل أعمال مفتكرة جدا في عمال فهلأ كانت فهي عائلة قصة العائلة العربية ونققوا الضات كرمز للمعرض لأنه حل ما فيش زيه في لغات تانية بعدين الجميل في هذا المعرض إنه راسم وجمال هم يقاموا في كل تحضيره وصمموا الحوامل هذول اللي هم يعني جميل جدا الحوامل اللي صمموها واللي بتتأقلم مع كل اللي معروض كان في أعمال للوالد أصلية وبعدين أخذنا الرسومات بعض الرسومات للوالد تعون نمبر طبعا عمناهم على أماش ونعرضت وبعدين فكرة راسم كانت إنه لما تدخل المعرض كأنك تدخل سوق عربي سوق إلى الأصالة الأسواق العربية القديمة فكان معرض جميل جدا وحتى أجى بروفيسور راسم بتاع درمستال دكتور جوردان وحضر المعرض وأجى سمو الأمير حسن وفتتح المعرض وأجوا أصدقاءه من ألمانيا فكانت أكبر راسم بعض رسوماته راسم عنده رسومات رهيبة رهيبة يعني أظنني ما فيش حد عنده بهالمستوى تعراسم برسم إشي لا يصدق من طفل صغير من ثلاثة سنين للرسومات اللي هلأ في عنده أداء يعني لا ما فيش زي ما فيش فريد عبقل نعم اسم الله ستة سميرة انتو كلكم اسم الله يعني الثلاثة أربع أجيال من الفنانين وأيضاً عدنا الأخت عليا بدران موجود معنا هون بالحوار بس أنا بدي هلأ أورجي الجمهور هيدي ستة سميرة راح تعمل عم تعمل تصوير هون لفيلم راح نطلع على جزء من الفيلم هلأ ستة سميرة هلأ بس دأقول أنه أنا أوكي خلص لا فيك تحكي لست ما زغضت تفضل هذا الفيلم لماذا تطلع؟ أنا صار عندي مفردات صار عندي مفردات الإجرين اللي أنا اشتغلت فيهم لصعوبة الحركة صار عندي الذاكرة الجمعية تاعت العقل صار عندي الدراسات اللي عملتها بتاعت ديرل ستايل دور صار عندي كل الدراسات اللي عملتها لخضبان لتشيك بوين صار عندي كل المفردات موجودة قدامي لأعمل منها عمل أنا كنت حابة يعني بدي لأنه أعطي حركة فكرت أن الحركة هي رح تعطي قوة للعمل ورح تعطي زي تاني أو مستوى تاني للمرء اللي بيطلع على العمل إيش إيش ياخد منه فعشان هيك أنا دخلت في في مغامرة الانيميش اللي كانت إشي لا يصدق كانت أربع سنين شغل عملت أعمال وعدت أشياء بس وفي أولها بديت أشتغل فيه بس لوحدي بدون أي حد يساعدني بس في الآخر لقيت أنه كان مقصني إيش البروفيشيناليتي أنه لازم أطلع إيش يكون بروفيشينالي فأنا لجأت لمخرج سينما كان متخرج من مدرسة السينما وعرضت عليه العمل وعجب فيه كتير وصلنا عادني يشغلي أنه هو كل التكنيك تبعه تاعي الكمبيوتر قدر يحطه وقته قدرت أشغلي أنا فيش أني معرفة من الكمبيوتر أنا بقدرش قعد أشغل أحط الأشكال وأحط كل فكانت عشان يك تبع أنه عمل يعني مزبوط سنفرج على بعض يعني بعض الثواني لهذا الفيديو هون شجرة الزيتون شجرة الزيتون أنا حطيت أنها منها رمز فهي أنا حطيت أنه تقطع تقطع ترجعت كمنا مرة تطلع تقطعوها كمنا مرة ترجع كمنا مرة هي كلها تذكرت لأشجار الزيتون أكثر من مليون شجرة قطعت وحريقت في فلسطين من قبل المستعمرين فهون برضو حرق شجرة الزيتون برضو استعمال التكنيك تاني هون كانت هذه ترجع الزيتون كنت الآن أضعهم في الانيميشن بس الآخر ما حطيتوش بس هو كانت كنت أنا يعني في الآخر واحد كثير واحد بحبي هلأ في الترايلر قبل هاي هذين كانت قبلها في الترايلر اللي هو بيوريرك شوية عبارة عن دقيقة من الفيلم اللي قبلها في واحدة صح لحظة شوية بس برجع لها شوية هون كانت ستل هاي 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 أوكي يلا فهون هون إحنا عملنا عملنا بنينا checkpoint افترابي بأنه كنت أعرف كتير checkpoint وأنا عملت texture وتغطى كل texture على القطبان حتى تعطي تأثير drawing أنا عملت كل drawing بس هون ما فيش صوت يعني نبين سامعين الصوت سامعين سامعين طيب كان فيه صوت كان فيه صوت كتير قوي هو بيمثل الاتهاد بيمثل الوجود العسكري فهو يعني الشغل هذا كان فيه ثلاث elements أو ثلاث قطع مهمة اللي هي corridor checkpoint اللي هي بيمثل صلبة التفكير الاستعمار اللي اللي بيقلص أهل البلد لجماد بحركه بحركه زي ما بده وبعترفش فيهم كأنهم ناس لهم أفكار وإلهم صوت أو بدهم يعاملون بطريقة هاي فأنا عشانيك أخدت الشيكوانتك هو نقطة محور مهم جدا بعدين الإجرتين وبعدين الذاكرة الجمعية هلا الذاكرة الجمعية هاي مهمة هلأ اللي هي المخ اللي هو المخ بي اللي أنا هو تقسم اللي هو صارت الأرض فهلأ المخ هذا أنا حطيت هون ذاكرة البيت اللي هي تهدم البيوت آه وال ها هلأ هون كانت البحث طبعي كان كتير كان كتير مهم لأنه أنا كتبت الأربعمية والتمنتاشر قرية اللي هدمت السن مش هدمت يعني أمحوها من وجه الأرض سنة بين أربعين ونقيت أربعة وثلاثين قرية أنا كنت يعني أقول أسميهم وكان اكتشافي إنه لقيت قرى أسميها زي مثلا كوكب الهوى في قرية يكون إسمها كوكب الهوى إشي 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 رهيب علاقة الأسامي بالطبيعة الشجرة الزيتون السنديانة البصة السمرة الزمغنغية أسامي رهيبة إحنا إحنا منعرفهاش أنه القرى هاي راحة فأهي كان طريق أنه أنا رجع هذه الأسامي كممرة وطبعا حطيت أسامي قرى صار فيها دير يسين ملابح غزة يال وعمواز بيت نوبل هي هدمت ضغري بعد 67 يعني هي كأنه العنف اللي صار 48 هو مازال موجود يعني هذي كانت أحد الرسائل وأنه الفيلم كله كان يعطيك إحساس بالقلق إحساس وكيف الإجرتين مع كل هذا الاتهاد اللي وقفين فيه هما ماشيين لأدام وهم يقطعوا الحواجز والشجرة الزيتون وطبعا إنه ضغها تكبر حتى لو قطعوها قبل ما نخلص هنخلص بعد دقيقة لأن الوقت خلص بس بدي أحكي عن هيدا الأعمال اللي عملتها أثناء الكوفيد وأثناء ال أه أثناء الكوفيد طبعا أنا وزوجي وجدنا هون الكوفيد أجا كتير قوي وحبسنا بالزبط في البيوت نقطاش كان نطلع أبدا إلا لاشتراق بعض المواد وطغري ونرجع فإحنا بأنه زوجي هو بيعمل صور فتغرافية بالأسوال الأبيض وأنا كان عندي أعمال في البيت فصرنا إحنا وأنا من نوع لده بجمع نباتات أشياء غريبة حديدة ملوؤة فأنا صرنا نعمل ليش ما نعملش إحنا الكورونا فصرنا نعمل كمجسم وصرنا نغيرها كل مرة تطلع كورونا بشكل مختلف فصرنا نحطها على صور الجامل الأسوال الأبيض هون عمل بين 2 negative وبعدين حطينا الكورونا فيها وصورنا وأخذنا أنا أخذت الرئتين لأنها بينها الكورونا تيجي على الرئتين تحطيتها بلع الرئتين هاي بلع عملتها بصورة أنا اشتغلت عليها تضلعت الرئتين بس هاي صورة إني أنا جاء وإحنا كنا 82 82 كنا صغار نظر ست ساميرا صورة الأخيرة قبل ما نحن اليوم داخل كيف برسلونة مبسوطة برسلونة برسلونة بلد جميلة بلد فيها كتير إرث معماري رهيب كل فيها حركة فيها بس ملوث كتير بلد جميلة فإحنا هلا عايشين برسلونة عايشين برسلونة جميل ست ساميرا شكرا جزيلا لك يعني على هالحوار الرائع أكثر من رائع كثير ستمتعنا معك الحوار انتهى بس أنا كالعادة يعني هلا أخلص الوقت بس أنا كالعادة بخلي الناس الي بدي تسلم على يحكي بس يورجيني علشان أكفع الإيد عندنا بعض بعض أصحابك في عندنا من بدي يسلم مع ست ساميرا بس يرفع إيده علشان أشوف طيب في عندنا السادة محمد إسماعيل أهلا وسهلا أعمل 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 والاخدكتور عادلة أنت على طول بعد أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد تفضل ما بيطلع الصوت يلا جرب أخر مرة أعمل 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 الصوت واضح أعمل 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 أهلا وسهلا أعمل أشكرك على هذه المبادرة الطيبة أنك عرفتنا ببنت جلدتنا بنت فلسطين الفنان الفنان الرائعة بحييكم من قطاع غزة وأنا بتأسف أني بحدثكم في انقطاع الكهرباء وسوء شبكة الانترنت شكرا جميعا لكم جميعا شكرا شكرا إليك ربنا يكون معاكم أنتم أهلنا هناك يعني يالله يتبركم ويأويكم عندنا الدكتورة عادلة تفضل الدكتورة عادلة أه وحاضر أستاذ بدران جايك على طول بعد الدكتورة عادلة تفضلي تفضلي دكتورة عادلة تفضلي مرحبا مرحبا جميعا أول شي سلطان سلطان بهنيك على لهجتك الفلسطينية الجميلة سميرة بدي أحكي لك مرحبا من رمالله إحنا كتير مبسطنا إنه استضفنا بعض من أعمالك بفضل لتينا وشكرا إنك أهدي تينا جزء من أعمالك وأهم إشي اللي بدي أحكي للجميع إنه هادي فرصة نادرة نادرة يعني أنا كتير تعلمت من الجلسة اليوم لأنه سميرة شخص نادر في صدقه وفي تقدمه كتير على الممارسة الفنية الاعتيادية أنا كتبت بالتشات إنه هي هي صادقة فهذه فرصة نادرة إنه إحنا متعرف على مسيرة شخص هلأد صادق وهلأد فريد من نوعه مش بس في الساحة الفلسطينية بس في الساحة الفنية العالمية فشكراً كتير سلطان إنه أعطيتنا هاي الفرصة إنه نتعرف عليها وسميرة ومباسو شكراً 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 أنا باسل باسل حسناً بنفسي إحدى المرات أنا وزوجتي سافرنا لبرشلونة كانت سميرة وجوام بدهم يسافوا على الأردن لإجازة فعادنا في بيتهم وهم سافروا عمان ولما رجعوا من عمان يعني قدرنا نكون مع بعض هيك أكمن يوم بس أخذونا فرجونا المحل تبعهم كانوا بيعملوا متخصصين في الأقنعة الأقنعة اللي في مهرجان سنوي في فينيزيا بالبندقية والكل بالبس الأقنعة هاي الملونة الجميلة الرائعة إشي فوق الخيال واستمر هذا البزنس لفترة طويلة إلى أن باعوه وانتقلوا لنشاطات أخرى فيعني مجالات إبداعك يا سميرة بلا حدود وحبنا إليك وفخرنا فيك بلا حدود شكرا شكرا إليك يا باسل شكرا كثير شكرا شكرا في حد تاني بده يسلم أو يحكي معا لست فضلي ست هلاء مساء الخير شكرا كثير سلطان مدام سميرة حوار رائع بس أنا حابة بس صلي الضوء على الشي حكيتي أنت كثنانة أنه كيف ترجعي بتعملي ريسرش تحبي ترسمي تحبي الألم لحنا دايما هلأ بوطن العربي للأسف بالجيل الجديد عم نفتقر لهيدا ريسرش الحقيقي يعني بخاصة مجموعة تشيك فوينت اللي شفنا العمل الرائع بشارجة بينالي 2009 وأكيد يعني تحية كبيرة لكل أهل الشارقة أنه أنا بس بحب أنه توجهي رسالة للفنانين الشباب عن أهمية يعني هيدا اللي يمكن ما بعرف هيدا إله علاقة بالأكيد بالمنزل بس كمان يمكن بالدراسة بمصر لأنه كمان أنا من هيك دراسي للهنتق العربي بلاقي أنه المصريين كتير أهد من كل العرب بالسكيتشات وبهالتحليل يعني فهيك شوي أكسرا نصيحة عن هذا الموضوع شكرا أنا بعرفش أنا بمصر كيف هلأ الوضع كيف هو بالكلية بعرفش بس أنا بعتبر الرسم كهو أداء أنه أكتشف أحلم وأنه كتير مرات الرسم هو فتح لي مجالات لأفكار فهو الرسم مهم جدا وفي أنا بلاحظت أنه في كتير ما بيهتموش بالرسم أنه خلاص صورة كتغرافية نعمل بكمبيوتر وخلاصنا بينما الرسم هو هو علاقة الإيد مع العقل مع الشكل اللي قاعدت شوفيه فأنا بعتبره يعني مهم جدا وأنا بتمتع في شغري يعني أنا ما قالنا كنت أرسمه كل مبسوطة فعشانيك أنا بعتبر الرسم مهم هادي هادي أنا إيش توصي إنه نهتم بالرسم لأنه لأنه بفتح بفتح كتير مجالات جميل ست ساميرا بس لدي أقرأ من ست سامي حالبي قبل ما تترك كتبت اعني ساميرا ساميرا was an amazing woman of obvious great culture and amazing speech in the Arabic language meeting her was a memorable event I always regret my weakness in the Arabic language and always remember ساميرا's mother as a great example of what I wish might have been يعني شكرا شكرا طيب قبل ما نقفل في حدب كمان كان بده يحكي ديانا يلا يا ديانا بس بسرعة عشان نحكي يلا يا ديانا عشان ننجز أنا وراي قطار على بوستن يلا بونجور ساميرا مصار مباشر عنك مصار مرساما عمبور أوشي بونسوار عمتسمعيني بونسوار يا ديانا ارفعي صوتك اوكي اوكي محبا هيك يمكن اصبت عمتسمعيني هلأ اه هلأ اوكي ايوا اوكي كان بدي هلأ اول مرة انا اول مرة شخصيا بتعرف عليك وشوفت هالتاريخ الطويل اللي بلجتيه كتير بيشبه السوريال وتحولت المحلات لوصلت لل الارت اللي هو كتير الارت يعني الارت اللي بقدر اكتر فيه تعبيري ممكن ممكن فيه ممكن اوكي اوليلي اوليلي اوكي فأنا بس بديش يشوف انو حبك للرسم واضح عادي يعني ويرفع عليك الكبه عائلة احب اعرف هلأ هو هيدا شي ممكن ما خاص بدي اقوله بدي اسأله احلامك كيف يعني هول الاشياء اللي بترسميهم الاشياء الصناعية هولي مش يعني كان دالي بس بدي يرسم هيك اشياء يعتمد على الاحلام في بالصدفة في استوديو كانوا يعملوا فاعات ارسمهم ومنما رجعت في على برسلونة عشان اعمل الشغل لقيت انو الاجر هادي بيتمثل هي صعوبة الحركة فانا اخدتها من هذا المنظور وكونها الاجر اللي هي بتنضرب من قبل الجنود عشان يعيقوا الحركة فانا يعني سريالي هون بلاقيش فيه سريالي انا بلاقي يهو الجسم المقطوع باعتبرش انو انا هلأ اندي انا متخص انو ممكن اعتمد على الحلم ما فيش حلم الحلم كان ممكن اولها اولها بس بعدين تلاشر هذا الحلم اول شي سريالي شكرا شكرا سيد سميرا انا للأسف وراي قطار رايح على بوستن بعد اقل من ساعة فلازم انهي الجلسة سيد سميرا يعني فخر كبير شكرا جزيلا لكي وان شاء الله في يوم الايام ايضا نستضيف الاستاذ المدرس والفنان راسم راسم ايه راسم يعني اسم الله بدو 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 انتردكشن اطول يعني اطول من اي شخص تاني شكرا للك وان شاء الله نشوفك في المجالس القادمة وتحياتي وما تكون ودير بالكم عنه في السلم شكرا شكرا سلطان شكرا كير لكل الدعوة شكرا شكرا لكم شكرا